اللي مقدروش ان هم طبعا يفرطوا فيه يعني الحقيقة ان هو اصدر بيان منذ دقائق قليلة جدا بيهنق سيدات طائرة الاهلي بالدوري واجه الكابتن محمود الخطيب التهناء للعبات الفريق الاول للكرة الطائرة والجهاز الفني والاداري والطبي باستمرار مسيرة التفوق والفوز ببطولة الدوري للمرة الاربعين في تاريخ النادي والتسعة وعشرين على التوالي واشاد بالاداء المتميز للعبات الفريق خلال مشوار البطولة وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق واشار رئيس النادي الى ان التتويق بالدوري ومن قبله الفوز بكأس السوبر يضعفان المسئولية على الجميع نحو استمرار العمل الجاد وبذل اقصى الجهد خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من البطولات واكد على ثقته الكاملة في كافة عناصر المنظومة لاستكمال مسيرة النجاحات والمنافسة بقوة على لقبي كأس مصر وبطولة افريقيا لإسعاد جماهير النادي الاهلي القاسم المشترك في كافة الانجازات الف مليون مبروك طبعا لفتيات الذهب الحقيقة خلينا نقول ان دايما مجلس ادارة النادي الاهلي بيكون في خلف كل اللعبات المختلفة وزي ما احنا شفنا تهنئة الحقيقة مختلفة وتهنئة دايما فيها شخصية النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مش بس هنق فتيات الذهب ولكن هو اتكلم على التحديات اللي مستنينا الفترة اللي جاية دايما احنا بعد المكسب بنفرح نفرحش كتير بنغلق الصفحة وبنشوف ايه التحدي اللي مستنينا بعد كده وعشان كده خلينا عيد على حضراتكم التهنئة مرة اخرى علشان تشوفوا قد ايه هي فيها شخصية النادي الاهلي الحقيقة وجه الكابتن محمود الخطيب التهنئة للعبات الفريق الاول للكرة الطائرة والجهاز الفني والاداري والطبي باستمرار مسيرة التفوق والفوز ببطولة الدوري للمرة الاربعين في تاريخ النادي والتسعة وعشرين على التوالي واشهد الكابتن محمود الخطيب بالاداء المتميز للعبات الفريق خلال مشوار البطولة وحسم اللقب عن جدارة وسط حقاق واشهر رئيس النادي لان التتويج بالدوري ومن قبلها يلفوز بكأس السوبر يضعفان المسئولية على الجميع نحو استمرار العمل الجاد وبذل اقصى الجهد خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من البطولات واكد على ثقته الكاملة في كافة عناصر المنظومة لاستكمال لمسيرة النجاحات والمنافسة بقوة على لقبي كأس مصر وبطولة افريقيا لإسعاد جماهير الاهلي القاسم المشترك في كافة الانجازات مليون 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 مبروك لفتيات الذهب سيدات طيرة الاهلي فاصل سريع ونرجع لحضراتكم عشان نكمل احتفالنا مع بعض